أنهت الدولة كافة الاستعدادات والإجراءات للمساهمة في تيسير وتسهيل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والفئات غير القادرة في الانتخابات الرئاسية وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباش بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة استفافة سيارات المجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن للمشاركة في العمليات الانتخابية حيث إنه من المقرر أن تنتشر تلك السيارات في كافة المادين ومحافظات الجمهورية المختلفة لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والفئات غير القادرة بمختلف مواقعهم الجغرافية لمقار لجانهم الانتخابية للمشاركة في العمليات الانتخابية